الفرنسية الصادرة نهار اليوم الضوء على ما اسمته معايير السلامة بأصول الجوية الجزائرية أين أفردت حيزا هاما للحديث عن طائرة الشركة العمومية على غرار صحيفة الوباريزيا التي تحدثت عن اقتراب موعد فتح مجال النقل الجوي للخواص مرة أخرى بالجزائر وعقب تذمر الزبائن من تذبذ بمواعد رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية وفي أول توضيح رسمي لها حول أسبب تأخذ رحلتها باتجاه بعض العواصم الأفريقية والغربية كشفت الشركة عن خلفيتها المزيد في سياة تقرير أحمد قر يبدو أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعيش صيفا سودا فبعد حادثة تحطم الطائرة المستأجرة مما أدى إلى العديد من التذبذبات والتأخرات على مستوى الرحلات الداخلية والخارجية ناعدة للمساعدة للمساعدة من المستوى الرحلات المستوى فرحلات المستوى الرحلات المستوى فقط نحصول على منتجة سبعة عشر رحلة وأكثر من ثلاثة آلاف مسافر تم نقلهم عبر الخطوط الجوية الجزائرية صباحة اليوم إلى العديد من الاتجاهات في العالم دون أي تأخير الجوية الجزائرية تحاول التخلص من متاعب الشركة خاصة وأنها تحتل الرياضة في خدمة النقل الجو بالجزائر عادت المياه لما جاريها هنا بالمطار الدولي هو ريبومديون بالجزائر خاصة فيما يخص رحلات الجوية الجزائرية التي عرفت تذبذبات وتأخرات في المرحلة الأخيرة مدير النقل هنا بالمطار أكد أنه لن تكون أي تأخرات في المستقبل القريب خاصة ونحن مقبلون على الدخول الاجتماعي أحمد قارى موفى تلفزيون النهار إلى المطار الدولي العاصمة